ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصيحة وعافية رجعت لكم في سلسلة القصة السلسلة اللي نتكلم فيها عن قصص الممثلين والممثلات وعن اهم اعمالهم وبطلنا لهذا اليوم وبناء على تصويتكم الاخير في منتدى اليوتيوب رح يكون لاعب كرة القدم الامريكية المصارع الممثل التاجر المستثمر المؤثر لاعب بناء الاجسام دوين جونسون او مثل ما عرفناه باسمه او لقبه الشهير ذرك هو مصارع وابوه مصارع وجده برضو كان مصارع وخاله وعمه كمان كانوا مصارعين وستة اخرين من اقاربه كمان مصارعين نجح في عالم المصارعة ونجح برضو في عالم التمثيل وتوسع في عالم الاعمال والتجارة واكتسح شبكات التواصل الاجتماعي بروحه الجميلة واللطيفة وحطم ارقام قياسية في اعداد المتابعين هنا فتعالوا اليوم وخلونا نتعرف على قصة حياته وكفاحه ونجاحه من يوم تولد وإلى يوما هذا وقبل ما نبدأ عزيز الوجيه اسمح لي كده قدم لك اعلان اعلان مارة ممتاز لانه مفيد لك ومفيد لي شايفين التشيرت الحلو ذا؟ شايفين التشيرت داخل وانتر اسكاميك وانتر اسكاميك مكتوبة هيركز معي ادو عزيز الوجيه وعزيزة الوجيهة هو براند سعودي للمنتجات ذات الطابع لابتكار المعاصر اعرف كلام صعب صح بس واضح من الوصف انه شي ما تعوب عليه رح تلقى عندهم تشيرتات وبلوفرات وكمامات وكفرات لمسلسلاتك وانيمياتك وافلامك المفضلة وكمان للناس اللي تحب الجيم والعبارات العربية التحفيزية والمخطوطة مش بس كده خذ عندك عزيز الوجيه تقدر ترسلهم التصميم اللي يعجبك عندك تصميم شعار قناة تصميم لك انت مخطوطة انت سويتها ارسلها لهم يطبعوها لك ويرسلوها لك انا ارسلت لهم شعار قناتي وطبعو لي على تشيرتات بيض وشيرتات اسود ونشوف النتيجة بعدين والجميل في الموضوع كمان انهم راح يوصلوا لك طلبيتك خلال ثلاثة او خمسة ايام عمل كحد اقصى انا حرفيا وصلتني خلال يومين وصدقوني يا جماعة الكلام اللي بقوله الحين او اللي قاعد اقوله والله ماهو مجاملة ولا مبالغة ولهو مجرد اعلان يلا طب طب ليس لا والله منتجاتهم يا جماعة جودة وخامة وطباعة جدا ممتازة وفي اللبس كمان مرة رهيبة جارب تطلب من عندهم مرة وصدقني راح تطلب بعدها مرتين وثلاثة واهم شي اهم حاج جينا للنقطة المهمة واهم شي عشان انت تستفيد وانا استفيد اذا جيت تطلب استخدم كود الخصم تبعي واجيه راح تلاقيه في صندوق الوصف وراح يظهرينه في الشاشة استخدم وقتها الطلبية وراح ينزل لخصم يحب قلبك وكمان متوفر عندهم في المتجر جميع طرق الدفع راح ترك لكم الرابط تبع متجرهم وجميع حساباتهم في صندوق الوصف لا يفوتوكم دوين دوغلس جونسون او كما عرفه معظم سكان الكرة الارضية باسم داروك وهو ممثل ومنتج ومصارع ورجل اعمال ومستثمر امريكي كندي من اصول افريقية وسموائية ولد سنة 1972 في اليوم الثاني من شهر مايو اي ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو هو 49 سنة الاسم هذا داروك في البداية كان مملوك لشركة دبليو دبليو اي يعني حقوقه كانت عندهم احنا اعطيناك الاسم الاسم ذا حقنا او كيلات في الامة ولكن بعد فترة الاسم هذا ما صار مجرد لقب تابع للدبليو دبليو اي صار الاسم ملتصق بهذا الانسان يعني معادة حد ينادي دوين في ناس كثير ما يعرفون ان اسمه دوين يقولوله داروك بس داروك داروك الاسم صار لاصق فيه داروك خلاص معادة صار مجرد لقب صار اسم ومن شدة شهرة هذا الاسم وبعد ما اعتزل دوين جونسون من المصارعة راح واشترى حقوق هذا الاسم او امتلكها بطريقة ما وصار الاسم ملكية خاصة له تجاريا واعلاميا وكل حاجة يعني لو تسمي يوم محلك كوفي داروك ودرع عندك كذا بطريقة ما لا سمح الله يعرف انك هتخش فيه الليلة ومحاكم وهجار جرم الله بها علي داروك يا جماعة لما صار مصارع ما صار مصارع لانه والله المصارعة حلوة خلينا اخش مصارعة اوكي هذا سبب بس فيه سبب رئيسي المصارعة يا جماعة تجري في دماء هذا الانسان ابوه كان المصارع الكندي روكي جونس ويحقق القاب وشارك في بطلات كثيرة في شباب ومش بس ابوه كمان جده جده من طرف امه كان المصارع بيتر مايفيا او مايفيا شي زي كذا يعني مصارع وابن مصارع وحفيد مصارع فضلا عن انه عنده اثنين من اعمامه او خواله المهم انه يشاقاربه مصارعين برضه وستة من عيال عمه وخواله برضه مصارعين ومن ضمن المصارعين المشاهير اللي يقربون لذاروك المصارع ركشي والمصارع يا كازونا يا كازونا مين ما يعرفوا هيتخيلوا هذول كلهم اللي قلتهم فوق يقربون له وكلهم مصارعين فقلت لكم المصارع تجري في دماؤهم اما امه اسمها اتا او عطاء مثل ما عمه جوجل قاعد يترجم او قاعد يكتب ويب عزيز الوجه امه وابوه منفصلين مثله مثل اي ممثل هوليوودي ناجح وهذا مو ممثل بس ركزوا ان الممثلين معظم الممثلين تكلمنا عنهم امهم وابوهم منفصلين هذا مو ممثل هذا ممثل ومصارع ومنتج وبيزنسمان ورجل بناء اجسام اه يعني هذا فرصة ان ام وابوهم انفصلوا مرة عالية فانفصلوا وخلصوا من زمن على كل حال ذا روك عنده اخ واخت من طرف والده فقط اخوه كورتس واخته واندا ياب واندا قبل ما يتزوج الاب ام ذا روك كان متزوج من واحدة اسمها يونا خلف منها اخ واخت ذا روك اللي هم اكبر منه وبعدها انفصل عنه ومباشرة بعدها تزوج ام ذا روك وخلف منها ذا روك وللامانة ما ادري اذا علاقة ذا روك كويسة باخته واخول كبير هذولي ولا لا ولكن في لهم بعض الصور مع بعض في جوجل ذا روك يا جماعة طفولته ما كانت مثالية ابدا بل انه واجه عدة مطبات وتحولات في حياته تكاد تخلي الواحد يطيح على خشمه عاش مع امه وابوه في امريكا في البداية وبعدها امه ارسلته الى نيوزلندا عند اهلها قالت له يا ابني روح ودروس الابتدائية هناك عند اهلي درس الابتدائية في نيوزلندا وعاش فترة المرحلة الابتدائية كلها في نيوزلندا وبعد ما تخرج تقريبا رجع عند امه وابوه في امريكا الصدمة مش هنا الصدمة انه ذا روك لما كان طفل تنقل ما بين اكثر من ثلاثين ولاية داخل امريكا كل شوية ينتقلوا من مكان الى مكان من مدينة لمدينة من محافظة للمحافظة الادم يتنقل الين قال امين يعني باقي له عشرين ولاية ويكون ختم امريكا درسوا وتعلموا مشت امور وهو متنقل ولما كان مراهق يا جماعة ذا روك يقول لكم كان من اشقى الاشقياء كان ادمي شقي راعي مشاكل كان متنمر اي فرصة تجيه الضارب مع احد على طول الضارب جاهز واللي عزز هذا الشيء هو انه ابوه كان ياخذه معائلة صالة الحدي يلا يا ابني تعال ابني عضلات تعال علشان تدافع عن نفسك بكرة الولد لما طلعت له شوية عضلات صار كذا يمشي الفين المشي حق المعضلين صار يمشي زيهم كل ما مر من واحد اعطاه كذا كتف كل ما مر من جنب واحد اعطاه صدر راعي مشاكل واي مضاربة كان يدخل فيها غالبا تنتهي بانه الطرف الثاني يا انه مكسور خشمه يا انه مخنوق اغمى عليه انكتم يا انه اعطاه كف انصار اعذاك صار يمشي مداري وينه بل انه حتى كان يدخل في مضاربة مع المعلمين يقول لك في مرة من المرات راح عند الاستاذ قال له يا استاذ السلام عليكم ممكن اروح الحمام الاستاذ قال له اجلس يا طالب اجلس الله يرضى عليه خلينا نخلص الحصة دروك اعطاه نظرة ذيك حق ابو رفعت حاجب قال له ايش قلت انت رفع صدره كذا الاستاذ قال له امزح معاك يا طالب روح امزح معاك ما احد يمزح معاك انت روح الحمام من هنا تبغاني اوديك الحمام ما في مشكلة دخل التوقيف اكثر من مرة بسبب مضاربة وانسجن اكثر من مرة مش سجن يعني التوقيف اللي هو توقيف المشاكل البسيطة فراسة الكلام هي جماعة الادم كان شقي وراعي مشاكل ولكن لما كبر عقل وصار عنده كذا ضابط نفس بس اللي هو انا اكثر شي اعجبني في ابو دروك انه عزز فيه حب النادي من يوم كان صغير يعني تخيلوا من ذيك الايام من يوم كان صغير الى يوم انا هذا الادمي ما ترك النادي ولا عمره اختلف وزنه جسمه رياضي من يوم كان صغير ما شاء الله تبارك الله دروك يا جماعة وخلال فترة اكتشافه لمواهب وخاف تجارب مرة كثيرة لعب كرة قدم امريكية وقدم فيها مستوى مرة رهيب وجلس فيها فترة طويلة وخلال فترة الجامعية كان يلعب لصالح فريقه في الجامعة وحقق معهم بطولات وكانت امور مرة حلوة معهم ولكن للأسف لما بدأ ايش يشوف انه مستقبله في مجال كرة القدم الامريكية حصلت له اصابة ولا عاد قدر يكمل معهم وتم استبعاده من الفريق خرج من الجامعة وقال علي الطلاق اني راح العب كرة قدم امريكية انا ابدعت فيها وعندي المؤهلات ابغى العب كرة قدم امريكية وراح ولعب مع نادي كندي ولكن للأسف يبدو انه اداؤه على اثر الاصابة ما كان مزبوط جلس معهم شهرين وقالولو الله يستر عليك ما ينفع والله ما لك شي نصيب بعد هذا رق قال يا عمي واضح انه ما ليه نصيب في ايش اني اصير لاعب كرة قدم امريكية خليني اروح اجرب حاجة جديدة ما لي الا اني ادخل مجال المصارعة وانفذ مقولة هذا ما وجدنا عليه اباءنا بس ما دخل مجال المصارعة الحرة على طول لا ميسك بريك قال خليني اشوف بس اجرب نوع ثاني من المصارعة فراح وجرب حظه في مجال المصارعة اليونانية قطع فيها شط تعلم فيها اشياء ولكن للأسف بعد فترة ما خشت مزاجه اعطاها وضعية كذا اخي ماه جوي يا اخي ما لقيت نفسي فيها فترك هذا المجال وعلى طول قال يا حبيبي فعلا هذه المرة هذا ما وجدنا عليها اباءنا انا بدخل الى عالم المصارعة الحرة وبالفعل عن طريق ابوه عن طريق بعض المعارف قدر انه يدخل الى عالم المصارعة الحرة وابدع وامتع فيه كلنا عارفين هذا الكلام يعني داروك قبل ما يكون ممثل احنا عرفناه على انه مصارع خلي ممثل يسري احنا نعرفه على انه مصارع 99% من سكان الكرة الارضية تقولهم داروك يقولك المصارع ما يقولوا الممثل ابدا غض النظر عن انه المصارعة الحرة تمثيل ولا مش تمثيل الادم انفجر في مجاله وصار اسمه جدا معروف في عالم المصارعة وكسب حب الجمهور وحب الرياضة نفسه ومن عام 1996 الى عام 1998 عمل داروك شغل كبير في عالم المصارعة وفي العام 1999 جاتوا فرصة انه يظهر في احد حلقات مسلسل السيتكم الشهير That's 70's Show مسلسل كبير ومعروف في عالم السيتكم المهم انه داروك في هذا المسلسل والدور البسيط اللي قدم وكان دور من؟ قمن معايا عزيز الوجيه قدم دور ابوه على انه ابوه مصارع قدم دور ابوه وصح انه كان مجرد دور بسيط في هذا المسلسل وظهور بسيط في هذه الحلقة ولكن هذاك الظهور كان بمثابة انفجار عظيم لمسيرة دوين جونسون او داروك في عالم التمثيل ومن بعد هذاك اليوم ومن بعد هذه الحلقة بالتحديد في مسلسل That's 70's Show داروك صار يضرب في الملعبين يمثل في السينما ويصارع هنا في الصباح ممثل وفي الليل مصارع يمثل في جي آي جو ولعب في السرعة والغضب قدم في جومانجي وطبخ مع ديزني وقدم مسلسل خاص فيه مع HBO اهل ولد مشت اموره في العالمين ترى صعب جدا انك تكون فيه وظيفتين في نفس الوقت قليلين هم اللي يقدروا يوازنوا لو تجوا تطالعوا في عالم المصارعين داروك هو الوحيد اللي قدر ينجح في العالمين بهذه القوة فيه مصارعين ثانين نجح وجون سينا بلا 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 اسماء ثانية بس بنفس النجاح هذا ما في زي داروك مصارع نجح واثبت نفسه التمثيل نجح واثبت نفسه وكسب حب الجمهور والعالم كله في العالمين فضلا عن انو داروك يا جماعة في السنة الجاية راح يقدم واحد من اهم ادواره في عالم دي سي في فيلم بلاك ادم انا ما ادري ليش متفائل مرة بهذا الفيلم دي سي ان شاء الله انهم راح يقدمونا حاجة حلوة ونقول يا رب ما يجيبون في العيد اما بالنسبة لعالم المصارعة داروك اعتزل المصارعة في عام 2004 ذاك كان اعتزاله الاول ورجع مرة ثانية الى عالم المصارعة في عام 2011 واضح انه حن اشتاك بس لما رجع في عام 2011 لعالم المصارعة ظهوره بدأ يقل تدريجيا في عالم المصارعة الان بعدين اعتزل تماما في عام 2019 واعلن رسميا اعتزاله عالم المصارعة داروك يا جماعة بالرغم من انو كان شاقي وراعي مشاكل وهو صغير ودخل القسم وكان يتفلت على الرايح والجاي الا انو لما كبر صار انسان جدا طيب وصاحب قلب كبير وابتسامة جميلة ودائما ما يحب يعطي الناس بالذات الناس اللي حوليني ويكرمهم ويهديهم لما كان عمره 15 سنة كده في مرحلة ماء من عمره امه وابوه دخلوا في ضروف جدا جدا سيئة سيئة لاي درجة لدرجة انه داروك ما كان يقدر يعيش معهم في نفس البيت خرج تراكلهم البيت ومشي وصار عايش مشرد في الشوارع بل من شدة سوء الوضع امه كانت بتنتحر يقول مرة من المرات كنت تراكب معها في السيارة في طريق سريع فجأة وقفت السيارة كانت تبكي وراح ترمت نفسها في السكة تبغى سيارة تجي تصدمها رحت جري يقول ومسكتها ورجعتها للسيارة وهديتها وقلت لها يا ماما اهدي الحياة حلوة رح تزين الامور اصبري علي بس خليني لملم نفسي وباذن الله رح احميك وراح اصونك وراح ازبطك انتي يصبري يا ماما انا احتاجك في حياتي الحين انا لسه صغير المهم زي ما قلت لكم انه في مرحلة ما صار مشرد في الشوارع ما عنده بيت وفجأة ظهر في حياة ذروك شخص اسمه برونو اخذه واحتواه وسكنوا معاه صح انه مش في بيت في سيارة بس انه احتواه شافوا طفل صغير تائه وضائع قالوا تعالوا عاش معاه وعاملوا كابن مرة الايام راح ذروك لهذا برونو اللي احتواه وسكنوا معاه وكان صغير واشترى له سيارة هدية القصة دي متى صارت لذروك قبل 35 سنة قبل 35 سنة الادم هذا ساعده واحتواه وعيشه معاه في بيته وفي سيارته بعد 35 سنة ذروك راحوا اهداه وقال له هذا اقل شي اقدر اقدمه لك مقابل الوقف اللي وقفتها معايا ام كنت صغير ومو بس برونو اللي كان له نصيب من كرم ذروك الدوبلر حقه اشترى له هدية برضو سيارة حتى ابوه كمان اشترى له هدية سيارة امه اشترى لها بيت وسيارة برضو كهدية وغيرهما الكثير من البشر اللي عاشوا حوالين ذروك وكانوا من اقارب او اصدقاؤه دائما ما كانت توصلهم هدايا من هذا الانسان الطيب انتوا عارفين اشي اللي صار مع ذروك الولد عاش في عالمين شاف الفقر وشاف قمة الفقر وشاف القاع وشاف الغناء وشاف قمة الثراء لما ربنا اكرمه وصار عنده خير قال لا انا ما راح احتفظ ذا الخير لنفسي خليني اعطي كل شخص حوليني يستحق العطاء على الطار الدوبلر تبع ذروك ذروك اعطاه هدية من فترة الدوبلر هذا ترون هو قريب لذروك يقرب له من جماعة ولد خالته ولد عمه ولد عمته ولد خالته وشي زي كذا اسمه تان وايريد 99% من افلام ذروك هذا هو الدوبلر حد علشان كذا في يوم من الايام راح اشتراله سيارة هدية كمكافأ له دانكين دونيت يا جماعة قدموا مرة لذروك عرض من العروض كذا الغريبة جدا ذروك يعني رفضوا بس ايش بيحترام قلوا ليسمع ابوي احنا بنسوي دونات كذا من نوع معين وبنسميها دونات ذروك وانت ايش تكون شريك معنا ورح تكون لك حصة من ارباح مبيعات هذا المنتج داروك فكر فيها اول شي قدموا ليقولوا مبلغ مرة كبير ما احد عارف كانوا مبلغ بس مبلغ مرة كبير ونتكلم عن دانكين دونيت فروعهم اكثر من شعر راسي على العلم انه صاح اني اصلح بس عندي شعر كثير ولانه انسان رياضي والدونات ما تمثل الرسالة اللي جالسي حاولي وصلها للعالم رفض العرض بكل حب واحترام وقال لهم لا شكرا مع انه معرضوا عليه فلوس ركزوا انه الموضوع معصر موضوع فلوس الحين لا مبادئ داروك يا جماعة يعتبر واحد من اشهر الوجوه في عالم السوشيال ميديا متابعينه على انستجرام تجاوز عددهم المائتين وستين مليون متابع وشعبية داروك حاليا بسبب تفاعله في السوشيال ميديا مع متابعينه اكثر من شعبيته في عالم الافلام وعالم البزنس واي عالم ثاني داروك يا جماعة تزوج مرتين المرة الاولى انتهت بالطلاق وكانت من الرياضية داني غارسيا خلف منها طفلة واحدة اسمها سيمون وبعدها انفصل عنها والزوجة الثانية والحالية واللي ما زال مرتبط فيها الى الان هي المغنية لورين هاشيان وعنده منها طفلتين تيانا وياسمين او جيسمن وما زالوا مع بعض الى يومنا هذا وامورهم زي العسل واخيرا ثروة داروك عزيزي وعزيزة المتابعة تقدر حاليا ب350 مليون دولار امريكي يعني حوالي مليار ريال سعودي يعني حوالي 5 مليار جنيه مصري ما علي عزيزي الوجيه شد حيلك صديقني لو شديت حيلك بما فيها الكفاية واستخدمت طاقتك الكاملة راح توصل لهذه الارقام شد حيلك انت ما تدري متى شوف كيف داروك تهبت خش مصارعة خش كرة قدم خش مصارعة ثانية استثمر مثل تهبت تهجول سافر اكل تراب على وجهه لين قال امين لا توقع انك بتصير ملياردير في يوم وليلة شد حيلك اضرب في كل مكان اكتشف مواطن قوتك انت تستطيع عزيزي الوجيه الى هنا حبايب نكون وصلنا الى نهاية الفيديو شاركوني افلامكم المفضلة لي دوين جونسون او ذا روك ولا تنسوا الاشتراك في القناة لما كنتم مشتركين وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم فيديوهاتي اول باول والاهم من هذا كله عزيزي وعزيزة الوجيهة اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك ولا تنسوا تشييكوا على متجر ايدو وتستخدموا كود الخصم تابعي كم معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم